يمكن بقينا في مصر بنشوف طبعاً اخر سن للجواز وممكن بعد سن الثلاثين طب هي الواحدة ازاي تحافظ على الخصوط ده؟ مهما مر بيا الواحدة بعد الثلاثين او بعد الثلاثين نقول الانسان رحل ابتديتي الرحلة صحة عاكمليها صحة ابتديتي رحلة غلط عتسري على نفسي فنقول عاوزة تحافظ على خصوط الوصحات بعد الثلاثين ابدا ايها منو انتي طفلة صغيرة ان انتي تهتمي بالاكل الصحي المفيد ان احنا هنهتم ان احنا نلع برياضة نهتم ان احنا نحافظ على الوزن النزالي والوزن بتاعنا ما يزيدش نبعد تماماً عن السجايل والمخدرات والحاجات اللي فيها الالكول ان الواحدة دايماً بالمتابعة دورية عرفي دايماً شاكرت عيلتك وروح يتكلمي مع الدكتور النسا التاعي بوليه والله ده انا سممت دورت قطعت وياه في السن الفلاني لقد انا خالتي جالها مش عارف سرطان ايه فيبقى عرفي شاكرت عيلتك واتكلمي مع الدكتور النسا ونلعب رياضة ونحافظ على الوزن النزالي ونبعد عن التدخين والمخدرات والخمول كل دي نصايح هتحافظ على خصوبتنا بس مش هتحافظ على خصوبة هتحافظ على خصوبة وهتحافظ على الصحة وده المطبع النصيحة بنقولها لكل البنات والستات هو احنا كل لما نحمل ونخلف قبل السن الاربعين هو ده اللي احنا بننصح به البنات والستات لان بعد السن الاربعين بيبقى الحمل بيبقى أصعب في احتمالية الإجهاض او احتمالية الأجنة اللي فيهم تشوهات بتبقى أعلى فدايمن النصيحة ان احنا نحاول ان احنا نحمل ونخلف قبل سن الاربعين